اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخلاص تقدر تضغط export الان بعدها روح للمكان اللي سوت فيه export للشخصية واسحب الان الشخصية الى مشروع الانريل وترى نفس الفكرة بيونيتي رح تسويها نفسها بالضبط انا سوت كذا سحبت الشخصية لا تختاروا اي هيكل عظم في المشروع لانه نبي يصنع الهيكل من الصفر الهيكل اللي موجود في المشروع هذي الشخصية ثانية انا بسويها من قبل الانيميشن لينث خليه على export time بالنسبة للماتيريال خليه على كلمة local وكمان create new material وبكذا رح يصنع الماتيريال وراح يركب التكشير تلقائيا واذا ما ركب التكشير فعادي تقدر تسوي الماتيريال اذا كنت فاهم بانريل وكذا هذا هو شكل التكشير بالملف بتقدر تسحبه وتحطه مباشرة بس هو حط لي مباشرة لاني حاطه على الوكل فراح يشوف مكان الجهاز وراح يدور عن التكشير بحط كل الانيميشنات هنا وزي ما تشوفه كل شي شغال تمام بدون ما اعدل اي حاجة ليه؟ لان كل شي مسوينا بالشكل الصحيح انا ترى والله العظيم جدا يعني ما حد يستوعب والله اني جدا طولت عشان اخلي شخصياتي تشتغل في انريل بشكل كويس والله طولت مرة ترى الاسبورت يعني معقد تطلع لك مشاكل من بلندر مشاكل من انريل مشاكل من مدروين فاتمنى هذا الكورس يكون فعلا فاتكم بهذا النقطة واذا ما جاء التكشير تقدر تركبه من هنا يعني تشبك الكالر في البيس كالر نفس اللي في البلندر يعني اللي ما تفكر فيها اشترك في القناة